سلام عليكم أصدقائي وحياكم الله في مهارة ومعلومة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم معاكم أخوكم محمد زتاوي إحنا طبعا هاي الفترة حاليا بننزل فيديوهات أو سكتشات بسيطة إن شاء الله أنها تكون مينينجفول لأنه يعني تعتبر مهارات نادرة أو بتختصر عليكم مقت وجهد في بعض الأمور اللي أنتم ممكن تسووها بطرق طويلة إن شاء الله هدفنا إنه نبيني لكم إنه هاي الأمور بتصير بأمور مختصرة بإذن الله تعالى أو بحركات مختصرة اليوم عندنا موضوع اللي هو repeat tables header تكرار راس الجدول في الورد خلينا نشوف شو المقصود في هذا الموضوع الآن يا جماعة عندي هذا table data معينة وإله header معين كل هيدر بيعكس شو طبيعة العمود اللي تحتيه إلى آخره أعلام معرف اسم أساس التقدير وحدات برامج وخطة إلى آخره وهذا table طويل جداً ولاحظ أنه بمتد من صفحة إلى الصفحة اللي بعديها إلى الصفحة اللي بعديها أنسو أون لكن حقيقة لو بدك تجي تتذكر إيش هون وإيش هون وإيش هون وإيش هون تضطر تطلع لفوق حتى تشوف هذا العمود شو المقصود فيه أو محتوى إيش فإنت ممكن تتغلب وتيجي تعمل copy paste لهذا الصف وتيجي تعمله paste هون إلى آخره بالطريقة التقليدية المتعبة حقيقة لا الموضوع أسهل من هيك ممكن أنت تيجي تكبس click هون وتيجي على قائمة design أو عفواً layout من layout تيجي على شيء اسمه repeat header row كبس على repeat header rows شوفوا شو رح يحدث عندي رح يكرر لهذا الصف بكل صفحة فيها تكملت الجدول لذلك أنا ما بطلع على فوق حتى أشوف هذا الجدول يختص في مين and so on and so on على كل الصفحة تنشى الله مليون صفحة والجميل في الموضوع إن لو قمت بأي تعديل هون يعني مثلا الاسم الأول لاحظ إنه رح يعدل برضو في رأس الجدول اللي امتد للصفحة الثانية أو للصفحة الثالثة أو الرابعة إلى آخره فهيك أنت ممكن تقدر تعمل هيدر لكل صفحة فيها بقية الجدول اللي أنت شغال عليه يا رب إنه المعلومة هيتفيدكم أي كومنت برح فيه أسفل الفيديو لا تبقوا خلال علينا بلايك بسبسكرايب وشير وإن شاء الله انتظرونا في مهارة ومعلومة جديدة قريبا سلام عليكم